مرحبا جميعا ايه ما كانت ام و حامل اخر مرة عملنا هذا الفيديو مين حامل الحمدلله ايه شكرا بكل هذا الوقت كنتم معنا كومنتيت على الفيديو شكرا جزيلا قبل ما نكمل بهيدا الفيديو بدنا اياكم هلا 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 تكبسوا لايك لهيدا الفيديو تعملوا كومنت وتعملو لنا سبسكرايب اذا بعدكم ما عملتوا سبسكرايب في كتير منكم عم يحضروا ولكن ما عملو سبسكرايب عشان تشجعونا ونكمل نعمل الفيديوات اسبوعيا لالالف سبسكرايب بديسمبر فاللكم ما منوصل قديمة اسمي انا شزا 26 سنة نحنا موليد 94 عد ميلادنا شهر 6 ونحنا برجنا برج الزوجة 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 يقولوا عن برجنا اشي كتير بشعة متقلبين عن نوشة وما بحب اتعرف على هذه تصدق وصدق 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 بعد جن متقلب هو اكتر الحكاة اذا احدا بيقولك عن حالك شي ممكن انت تصير تصدقين وانت منك هيدا الشي تحس الابراج انو بخلو الانسان يحكم على الناس بلا ما يعرفوه او هو الانسان يحكم على نفسه ويغير من حاله وين احنا درسنا درسنا بجامعة الامريكية في دبي درسنا بمدرسة المواكب درسنا بمدرسة المواكب هنا في دبي ايام العز جد واو كتير انبسطنا وعملنا رفقة ولهلا عنا كتير رفقة بالمواكب والواحد احلى شي انو ما ينسى رفقاته والله يخلي لنا السوشال ميديا والانترنت ما بقى تخسروا ريونيون وعلى الواتساب وعلى الواتساب وعلى انستغرام ونحنا كنا على الواتساب جروب والمشكلة انو هي فقيت بماي واتساب جروب ويمكنو كنا بغير اصفوف غير شعب بس رفقاته رفقاته نحنا من لبنان بس نحنا خلقنا وعشنا كل حياتنا بالامارات منروح تلتة شهور كنا كل صيفي لانه كان عندنا مدرسة كنا نعطل ثلتة شهور وما حدا مننا انو مزوج وعيش هون او عندو ارتزامات هون هلا قبلشنا عشغل نروح شهر ومن اربع سنين او خمس سنين صرنا نروح كمان بالشتوية على لبنان يعني نحنا اول مرة شفنا من كم سنة منشي تلج بحياتنا منشي خمس سنين مع انو نحنا من لبنان وكل سنة فيه تلج وهيك بس ما كنا نسافر بالشتة فماما كانت تاخذ معا طيب ما نخيل صغير كنا نعلم بسبب ابنان ولكنه تفكر فيها عن جد لانو الصغير هو بيحتاج لامه بالضبق انا منشي كم يوم لانو انا خلفت عن جديد فصرت فكر انو امي لكن تاخد باسم لحالي صرت اقول اه هلا افهمت بده تكون حده بده تنايمه فخلص انا رح سامحه لخيي باسم الصغير لما تجع ماما نعطيها هيك اعطت تاني مره انا بده اخديني تاني مره انا وحرامت وعدنا تقلنا ان شاء الله وولو مرر احنا حلوة لبنان كتير بالشتوية وان شاء الله لازم نجرب انو هالشتين تسافر شوزر رح تسافر اكيد بس انا اللي لازم ان شاء الله لانو كتير سافرت هالسنة بدنا نشوف اذا بعد عندي عطل منشي سنة ونوص تغير انو عنا رفقة اكتر على اليوتيوب ان حلمنا بس سافي كومينيكيشن ان انا نحط ايوتيوب فيديو وما نشوف شي كنا نحس شوي انو مش بس كنا نحس انو كنا نتعب على الفيديوهات بس هل عنا خبرة شوي زيان هلا صرنا كتير مرتاحين اكتر اكتير عنجات شهدين هم نا فيكن ديما انا بدي اسألك سؤال انتي مزوجة انا الحمدلله مزوجة انتي صارلك مزوجة سنة ونص وعندي اولاد عندي ببطني اول شهر عشرة بقدر اتوقع اي ثانية انو قلكن على المستشفى خذوني بحس ديما رح تكون من هول امهات اللي بس غريب غريب انا بشتغل 20 بلشت شغل من شي سنة من شي سنتين بلشت شغل انجد براوه وانت ديما بتشتغلي انا بيعشق انو شازا بتشتغل فضلت انو دهري فوت واعمل الماجستير عيدا الشي هو اللي اسعدني شغل البيت يعني ابدا بتحب الطبخ ايه بس ما بطبخ لانو ما عنده وقت كتير كتير هو كتير ايه تعرفوا بس تكون عندكن امكن مسلا نفس البلد ما بحس انو بتضطروا تطبخوا اوكي مسلا بنعمل تاستا برگرز لوبيا سوف كل يوم صلتة انا حيث بكتير اتعلم اللوبيا والحمص الشي الوحيد يبعرف اعملوا الصلتة واذا بتبروني على انستغرام كمان ابعمل بانكيك خلصت اذن حقا لقد كنتic الح هذه العديد في أعمل اما صار تمتصنع إنه علاج نفسي إنه علاج نفسي لأنه أنا أكبر بي تقيقة مشينا ووزني صار 73.5 لأنني هلأ حامل بشهر الثامن بس قبل ما أحمل كانت 58 57 شو هو اللي بيخليك تهبري بالحياة وتكملي وتكوني قوية صراحة إنه يكونوا أهلي فخورين مني أول شي أكيد ثاني شي يكون فخورة من حالي يفضي مني على شي أنا بكتير بحبه رضى الأهل ويكونوا كتير فخورين فينا لأنه بتشوفوا نحن وصغار كيف كيف يتطلعوا فيكن كيف بيحكوكن بيتعبوا عليكم كيف بيسلوكن وبيبصوكن وبيعلموكن عشان يشوفوا إن شاء الله شي يكونوا فخورين فينا إنه إحنا توم وداينا بيسألونا هيدا السؤال هل أنت بتحس بتوأمتك إذا أنا مريضة؟ أكيد يعني إذا أنت زعلاني أنا ضغري بزعل سألتيلي اليوم ما بعرف شو بني طعباني أو شي أنا ضغري بحس خلاص المودة اللي إلي كمان نزل يعني مودة من مودك لازم نهتم ببعدك كتير حساس إذا ديما قزت حالة مثلا بالباب أو شي أو وقعت ما بحس بالوجع يمكن يصر لبعدين لأنه كتير ويسنكرونيز كل شي آخر سؤال شو هو؟ كيف بيفرقوا بيناتنا؟ أكتر سؤال من نسأل هذه أنا شزا و أكتر ديما حسنا كنتم سألتيليكم لا 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 نحن ألتك بس نحن وظهر كنا نلتقى السانسة لقلوا شزا و ديما لأنه كانت مشكلة هلأ أنتو خبرونا هلأ أنتو خبرونا هلأ أنتو خبرونا تحت على الكومنت وبعدين نحن نرد عليكم بالكومنت ونقلكم إيه لا ونقلكم كيف بيفرقوا بيناتنا هذا شو كتير بيسلي شكرا كتير لأنكم حضرتوا فيديو اليوم ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير ونحن نحبكم كتير كتير وما مصدقين نشوفكم أمتين يوم السبت شكرا للمشاهدة